مؤتمر دعا إلي الأمين العام لحزب الشعب قدم فيه قراءة للمصالحة في ظل الهجمة العسكرية الإسرائيلية معتبرا أن إسرائيل تسعى إلى خفض سقف المطالب الفلسطينية وإعادة تعريف دور السلطة السلطة بالإجمال هي في وضع أنها في فجوة متزايدة مع المواطنين الفلسطينيين أجهزة الأمن الفلسطينية في فجوة متزايدة مع المواطنين الفلسطينيين وهذا لمسنا له مشاهد ومظاهر مختلفة وعلينا أن نقول بصراحة ووضوح أن إسرائيل في هذا تريد وتسعى وتسعى كي تزيد هذه الفجور تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة بعد منياته لانسحاب من الأغوار واستمرار الهيمنة الإسرائيلية على أي شكل للدولة الفلسطينية يرى الصلحي خطوات مدروسة تسعى إسرائيل للوصول إليها بما تفعله بهذه المرحلة إنهاء محاولات رسم مستقبل منفصل لقطاع غزة عن الضف الغربي والتمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين كما اعترف بها في الأمم المتحدة في الضف الغربية وقطاع غزة وعاصمتها الكدس الشرقية وأي حديث عن دولة فلسطينية بدون غزة هو كلام فارغ وأي حديث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية تتلحقها غزة كلام فارغ وأي حديث عن دولة في غزة أيضا كلام فارغ الصالحي يرى أن إسرائيل تحاول رسم العلاقات الفلسطينية الداخلية وفقا لمعاييرها الخاصة والعدوان على حماس هو عدوان على الشعب الفلسطيني أما رواتب موظفي غزة فعلى أهميتها إلا أنها لا يجب أن تصبح القضية التي تفكك المصالحة لتلفزيون القدس كينان عيسى رام الله أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com أدخلوا الآن إلى mail.alqds.com e-mail القدس الإيميل العربي الجديد